ناس كتير ما بتحبش تاكل الكبدة مع انه هي دايماً لما نروح للدكتور يبقى مثلاً عندنا وهنضعف شوية حديد نازل يقولنا ركزوا على الكبدة ناس كتير بتعود تقولك نغسلها بالحالي بنعمل الكبدة لما نشتريها من مصدر اول ما نشتري الطبق لو فيها ريحة زفارة زيادة او فيها الكبدة نفسها تلاقوها كده لونها باهت مش احمر زي دي الكبدة البقري دي الكبدة الفراخ لو ما لقيناهاش لونها فاتح كده لو لقينا ملمسها كده مفرول ما نستخدمهاش ما نشتريهاش اصلاً تبقى فراش نغسلها عادي ممكن تشتفوها بسنة خل وبس مش محتاجين ولا نحطوها حليب ولا اي حاجة ما لهاش زفارة ريحتها من غير اي زفارة الزفارة دي او الملمس اللازج ده دليل انه اصلاً هي مش جودتها عالية كفاية انه نستخدمها